اجتماعات لجنة التخطيط مع المشي في العام على الكورة هي مستمرة سواء في النادي، في الفرع، في الزايد، أو في الجزيرة، أو في مدينة مصر أو عبر الفيديو كومفرنس بعد أساس أزمة كورونا وربنا إن شاء الله يجنب شعب مصر من هذا الوباء بإذن الله طبعا احنا في نهاية الموصف عادة كل الأجهزة بتقدم التقرير ولجنة التخطيط بتتمل دراسة هذه التقرير بالنسبة للسلبيات والإيجابيات والمقترحات وبالتالي بيكون في عمل مكسف في هذه الفترة رغم توقف النشاط منذ أكثر من ثلاث شهور ولكن احنا لم نتوقف لأنه في أهداف معينة جاءت اللجنة من أجل تحقيقها واحنا ماشيين على الطريق السليم حتى الآن الحمد لله بنشكر كابتن محمود المشرف العام على الكورة ورئيس مجلس الإدارة على اهتمامه الكبير بعمل هذه اللجنة واشرفها على الكثير من الأمور والأخذ برأيها في عمليات تطوير البرامج أو تطوير المستوى أو تطوير الأفراد نفسهم طبعا في نهاية الموسم بيقدم كل مسؤول عن قطاع التقرير بتاعه وإن كان المناقشة مستمرة طوال الموسم يعني وكابتن فتحي تقدم فتحي مبروك تقدم بالتقرير بتاعه وكذلك كابتن خالد بيبو المسؤول عن الأكاديميات الكابتن محمود صالح المسؤول عن اكتشاف المواهب وتم دراسة هذه التقرير ووضع التصور الذي نراه الأفضل في المرحلة القادمة تم دراسة تقريب كابتن فتحي ونشكره على هذا التقرير وتم اعتماده والموافقة عليه من حيث كل الاقتراحات لأنه هو الأكدر بتقييم القطاع والمدربين والفرق الذي تولى الإشراف عليها في الموسم السابق وهناك قرارات سوف تصدر لتفعيل هذا التقرير والأخذ بالنصائح والتوجهات من أعضاء اللجمة تمت أيضا دراسة تقرير الكابتن خالد بيبو في قطاع الأكاديميات وهناك جهد كبير تم في هذه الناحية نشكر كابتن خالد على هذا الجهد الكبير والمميز النادي الأهلي أصبح من المدارس الكروية المعترب بيها واتجاه إن شاء الله لفتح مزيد من الأكاديميات داخل مصر وفي القرى الأفريقية إن شاء الله يعني طبعا نحنا بنساعد الجهاز الفني للفريء الأول إنه هو يجد العناصر اللي تتمتع بالمواصفات اللي هو يبحث عنها لأنه كثير من مدربين أجانب أو مدربين الفريق الأول يستسل عملية اختيار لعبين من الخارج دون نظر إلى القعدة والمستوى الفني الموجود في القعدة ولذلك فهذا التطوير سيخدم الجهاز الفني في الفريق الأول وفي نفس الوقت يعني حيكون لنا يعني مش عايزة أقول فرد رأي لكن حنقول إنه اقتراح للمدير الفني إنه هو يلقي نظرة واهتمام للقعدة والفرق الناشئين بحيث إنه هو يستعين بهؤلاء أفضل من الاستعانة من الخارج يعني بقدر المستطاع إنه نحن نحاول إنه ندفع بوجوه النادي الصعدة إلى الفريق الأول أولا لضمان الانتماء اللي هو مطلب رئيسي بالنسبة لأنه ثبت من خلال تجارب سابقة وحالات سابقة إنه كثير من اللاعبين اللي استقدموا من خارج النادي واستفادوا كثير جدا من النادي إسما ومستوى وفعل ومادة وشهرة وكل شيء يعني بمجرد إنه مشواره بينتهي بعد الثلاث أربع سنين اللي بيضيها في النادي بيتجدوا إنه أراءه بقيت يعني ليس فيها إشارة إلى فضل النادي عليهم أثناء فطرة لعبهم في النادي فإحنا بنحاول قدر إمكان إنه نحنا نوجد العنصر اللي لديه الانتماء منذ الصغر إلى الفريق الأول حتى نضمن أعطائه ولأه للنادي بشهرة